موسيقى 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 نبدأ مع فيات اللي تولد السيطرة الكاملة على كرايسلر بالولايات المتحدة نهاية 2013 فيات اليوم عم تسعى لخفة تكاليف التمويل كيف؟ من خلال طلب الإذن من مصرف إيطاليا المركزي لتحويل وحدة التمويل FTA Capital لمصرف بحب تشير إلى أنه إذا تم الموافقة وفايزة فيات برخصة مصرفية هالأمر رح بعزز قدرة فيات التنفسية لمواجهة شركات أخرى لصناعة السيارات مثل Volkswagen وبوجو ويلي بتملك كل واحدة منا مصرف داخلي خولتها لحصول على قروض رخيصة من المصرف المركزي الأوروبي خلال أزمة منطقة اليورو وإلى مايكروسوفت حيث كشفت مديرة التسويق عن مبيعات نظام التشغيل Windows 8 يلي بلغت حوالي 200 مليون نسخة من يوم إطلاعه لكن هيدا الرقم بيقل عن مبيعات الإصدار السابق Windows 7 ويلي بلغت 240 مليون نسخة بسنة الأولى هالمبيعات المطبطة نسبياً لWindows 8 وWindows 8.1 تعقص انخفاض مستمر لمبيعات البي سي مع ارتفاع مبيعات السمارت فونز والتابلتز وبحسب إحصاءات التكنولوجيا 11% من مستخدمي البي سي بالعالم بستعملوا Windows 8 أو 8.1 بينما 48% بستعملوا Windows 7 أما 29% البقية ما زالوا بيستخدمه Windows XP يلي بيزيد عمره عن العشر سنين خبر إيجابة من دبي حيث كشفت شركة أعمار العيقارية عن تحقيق أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم أو ما يعادل 735 مليون دولار خلال سنة 2013 هالرقام بيعقص نمو بنسبة 21% مؤرنة بصافة أرباح سنة 2012 أما الإيرادات فسجلت نمو بنسبة 25% مؤرنة بإيرادات سنة 2012 والسبب بيعود لعمليات الشركة بكطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه هالأرقام ما هي إلى دلائل على نمو الاقتصاد والتحضير لأستقبال أكسبو 2020 العالمي على هالأثر رفع موديس تصنيف أعمار من بي اي ثوي لبي اي وان بعد رفع ساندرد امبورتز التصنيف أيضا للجمع الماضي وبالنهاية بحب شير إلى أنه مع تشكيل الحكومة بلبنان شهدت أسهم صليدار ارتفاع ملحوظ بنسبة 5.69% وأقفل على 11.75% هيدا كان كل شي لليوم شوفكم بكرة